طالما كانت لندن عاصمة التناقضات خصوصا لحكام قبيلة آل خليفة الذين تستقبلهم ملكة بريطانيا ورئيس وزرائها بحفاوة بينما تلاحقهم الجالية البحرانية والنشطاء والصحافة أينما ذهبوا في هذا البلد آخر التناقضات كان مؤتمرا نظمته سفارة البحرين في لندن تحت عنوان هذه هي البحرين بهدف إبراز صورة مغايرة للواقع وتمسي حقيقة الانتهاكات اليومية المتصاعدة ضد المواطنين المتحدث الرئيسي في المؤتمر الأمير أندرو تغيب الحضور وذكرت مصاير إعلامية بأنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بحجة الارتباط بموعد آخر إلا أن المشاركين في الاعتصام أكدوا بأن الأمير اعتذر عن المشاركة تفاديا للاعتصام يأتي هذا المؤتمر بعد قرار المحكمة العليا في بريطانيا رفع القطاء الإعلامي عن الدعوة التي تهدف إلى حجب الحصانة الدبلوماسية عن نجل حاكم البحرين المدعو ناصر حمد الخليفة وذلك تمهيدا لمحاكمته بتهمة تعذيب معتقلين وبحسب مراقبين فإن اعتذار الأمير أندرو عن المشاركة في المؤتمر يمثل ضربة موجعة لولي عهد الحكم سلمان حمد الخليفة حيث رشحت معلومات مؤخرا عن قيام مجلس التنمية الاقتصادية التابع لسلمان بدفع 20 مليون جنيه استرليني لصالح شركات العلاقات العامة البريطانية ترجمة نانسي قنقر